السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وفو مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى يعني أيها السابكون مرحبا بكم في دروس السابكون وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ونهار ده الحلقة رقم 21 والآن مع مالة بتجري وأيام رمضان فعلا بتجري في سرعة عهيبة جدا وربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا من أعتقاء شهر رمضان من النار ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين كل لحظة في حياتنا هنندم عليها لأن الأيام مع مالة بتجري وكل ده يكون حج علينا يوم الإيامة يوم نقف بين إيدينا ربنا ويسألنا عن كل ما سمعناه هندينا سمعنا في الحلقات اللي فاتت عن علوه وهمة الشباب وعلوه وهمة الرجال وعلوه وهمة الصبيان وعلوه وهمة النساء فكل كلمة سمعناها أكيد حضرتك سمعت أديكت علوه وهمة آسية امرأة فرعون اللي ضحك بحياتها عشان تفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى علوه وهمة سمية أم عمار اللي صبرت وتحملت العذاب لحد آخر لحظة في حياتها كل ده هنتسئل عنه علوه وهمة أم عائشة اللي طلبت العلم وماشاء الله وقعدت تدعو إلى الله 47 سنة علوه وهمة زينب بنتجحش اللي كانت كمة في العبادة وكمة في البذد والعطاء والإثار والإنفاق شيء فوق الخيال يعني كل ده هنتسئل عنه يوم القيامة فأسأل الله عز وجل أن يكون دولة قدوة لنساء المسلمين في زمن غابت فيه القدوة ولا حول ولا قوة تأيب الله تعالوا إن شاء الله نارضة نتعايش مع مثل جديد وجميل برضو من أمثلة في علوه وهمة النساء أسأل الله عز وجل مبارك في جميع نساء المسلمين أسماء أسماء ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر ساعة هجرة النوع السام من مكة إلى المدينة كانت حامل في الشهر السابع قمت تعالف شهر ده بالذات بتبقى فيه خطورة جدا في الحمل ممكن تولد في السابع ممكن تولد في التاسع فبيبقى فيه خطورة مشكلة في الوقت ده بالذات ورغم ذلك كانت تذهب مسافات طويلة جدا في نحر الظاهرة عشان توصل الأكل والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضها كانت معارضة أنها تسقط حملها كانت معارضة أنها ممكن تموت ممكن يجيلها نزيف ممكن تتعب لكن كل ده كان يذوب في بحار الخير اللي بتعمله علشان توصل الأكل والشرب لحبيبنا وأسواتنا وقدوتنا وكرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده كانت بتحط بتشوء نطاقنا الصين علشان توصل الأكل والحياة دي كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله عز وجل بين نطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى فسميت بعد ذلك بالذات النطاقين وخب بالك من حاجة أسماء عاشت عمر طويل جدا حتى بلغت سبعة وتسعين سنة وعدت كمان سبعة وتسعين سنة ولم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن أسماء بنت أبي بكر فضلت لحد آخر لحظة في حياتها رغم أنها عاشت عمر طويل جدا جدا لحد زمن الحجاج بن يوسف ورغم ذلك لم ينكر لها عقل رضي الله عنه أرضها أنت بذلت أختنا الفاضلة لخدم الدين الله نحن بيقول لك ألف به إسلام ألف به التزام حجابك ربنا يبر فيك عايزة تنصر النبي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم انصري بالحجاب طب هي الحجاب ده نصر طبعا نصر المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمانوا كون أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لي الحواريين أمان أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فين النصر سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يلتقي بأي جيش أبدا فآمنت طائفة من بني إسرائيل هي دي النصر النصر أيمانية فالحجاب الحجاب واجب وفرض على كل أخت مسلمة ربنا يبر فيك مجرد نبسك الحجاب دي نصر دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر لدين الله جل وعلا مجرد أنت تحجب فتنتك عن مسلم عايز يصوم عايز يعبد ربنا عايز يصلي تحجب فتنتك عنه أنت كده بتعنيه على طاعة ربنا تاخد أجر كل مسلم كنت يعون الله على طاعة الله سبحانه وتعالى بعكس بقى واحدة لو مشي متبرجا كل شاب يتفتن بسبب البنت دي بيكون في ميزان سيئاتها ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين وإحنا نتحمل إحنا نكون كل دورة في ميزان سيئاتنا ليه ويعني الدنيا مش مستهلة يعني ربنا غير فيك وفي الجنة بقى تتمتع في دار الخلد والنعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلب البشر ربنا يمتعنا وإياكم بنعمة الإيمان ولذة الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف المثال تاني عشان نشوف قد إيه نساء المسلمين كانوا في كمة في كمة علو الهمة ما شاء الله يعني فوق الخيال أم عمارة أم عمارة ستة كبيرة يعني بلغت من العمر ستين سنة ورغم إنها بلغت العمر ده كله خارجة هي وابنها وزوجها يجاهدوا مع النبع السام في غزة أحد خيال حضرتك أم عمارة بعدما حصل الهرج والمرج اللي حصل في غزة أحد النبع السلام أمر الرماء خليكوا خمسين واحد من الرماء قال لهم خليكوا على الجبل ولا تنزلوا من على الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير المهم بعدما هم خيل إليهم بعدما النصر حصل في بداية الأمر ونبع السلام بدأ يجمع الغنائم هو بعض الصحابة فخيل إليهم إن الغزمة انتهت خلاص وهم اكتهدوا في ذارك فالمهم إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن لما حصل كده نزل ألبيعين واحد أم عبدالله بن جبير اللي هو كان رئيس الرماء قال لهم أنا عن نفسي لا أعصي أمر رسول الله ولا هنزل طب الغزمة انتهت قال لهم معلش ما نزلش أبدا إلا إذا أمران النبي صلى الله عليه وسلم بذارك وفي دي القاعد المهم اللي أربعين دول لما نزدوا مين اللي لمحهم خالد بن الوليد خالد بن الوليد كان لسه طبعا ما أستمش أول ما لمحهم لهم ما نزدوا رح لافف من وراء الجبل هو أبو سفيان وانقضوا على الصحابة وقتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده حبوا نهم يقتلوا مين يقتلوا نبع السلام فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فاجتمع تسعة تسعة من الأنصار سبع من الأنصار واثنين من المهاجرين لما سعد بن أبو القاس وطلح ابن عبيد الله في اللحظة دي كتير من الصحابة فروا من أرض الجهاد مين بقى اللي شافتهم أم عمر أول ما لقتهم بفروا بالمنظر ده فكانت تضربوا عليهم جميعا خايفة أنهم يسيبوا النبع السلام وراحت ايه وغدسف من السيوف اللي ترامل ديت وراحت دخلة ووقفة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مين يخطر على باله جماعة أن امرأة بلغت من العمر ستين سنة يعني هي أصلا المرأة ليس عليها الجهاد أصلا حتى لو كانت عندها عشرين سنة ورغم ذلك الدخلة تجاهد وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني هرب فيه رجال الرجال نفسهم هربوا ورغم ذلك يوقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انضربت كم ضربة يا جماعة انضربت اتناشر ضربة بالسيف منهم ضربة قاتلة أخذت جزءا من لحم الكتف عندها سبحان الله وظلت تعالج من هذه الضربات سنة كاملة سنة كاملة أم عمرها تدافع تعالج من دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالة عظيم جدا جدا النهاردة نساءنا ما شاء الله الكل بيحب النبي عليه السلام فيش حد في دينا يحبش النبي فمن الله بتحب النبي بجد طبعا يعني ده أنا أضح عشانه بحياتي طيب طب ما تضحي وتبزح جابك ما تضحي وتع زوجك ما تضحي وترب أولادك ما تضحي وتبر أمك وابوك تحسيني إلى الجيران تدعو النساء حواليك تعميني مقرأة تعلميهم تجيب كتب وتوزعيها أشرط وتوزعيها على قد مهتداري تدعو إلى الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلابد أن تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مثل عظيم جدا لأم أمارة التي ضحب بنفسها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي شوف مثل تاني جميل جدا برضو والحقيقة يعني الحكمة العربية اللي بتقول إن من أخصب تخير يعني من وجد الأرض الخصبة تخير المرأة اللي فيه يختار لكني أجد المثل يختلف علي الآن كأني أسمع المثل يقول إن من أخصب تحير أنا محتار دلوقتي من كتل الأمثلة الجميلة اللي قدامي على النساء المؤمنين أنا مش عادة أختار مين ولا مين واذكر مين واسيب مين لكن احنا نذكر مجرد أمثلة بسيطة جدا عشان نوضح لأختنا الفاضلة أدي الأمثلة عظيمة جدا في حياة المرأة المسلمة وارجع بقى لكتب الصحابيات وشوف أدي إيه الصحابيات ضحوا وبزلوا وعملوا وقدموا أشياء يعني يعجز الرجال في هذا الزمان أن يقدموا ما قدمه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعالي شوف واحد اسمها أم شريك أم شريك كان لها قصة جميلة جدا هي أسلامة بدري مع بداية الأسلام في مكة وبدأت تتسلل وتخش كل بيت من بيوت مكة تدعو النساء إلى الإسلام تخش البيت كانها عادي خالص مشركة ودخل المشركة زيها عادي وتخش وتفصح بقى عن إسلامها وتبتد تكلمها عن ربنا وعن النبي على السلام وعن الدعوة وعن الإسلام إلى أن أسلم على يديها عدد كبير من نساء مكة مين اللي عرف؟ أزواجهم يعني شيء طبيعي هي المرأة أسلمت فبتصلي وتعرف ربنا فزوجها عرف مين اللي خليك أسلمت أم شريك راحوا جايبين أم شريك كانت من قبيلة قوية عشان كده محدش إدري إيتيها لكن هم اكتفوا بتعذبها وأنهم أخدوها عشان يوصلوها للقبيلة بتاعتها فقالوا لها طرعا ما عملت كده طيب حملوها على الجمل بدون رحل تعرف الجمل أصلا سنام الجمل عمل إزاي فتخيل إن محدش في الدنيا تحمل يقعد على الجمل من غير الرحل بتاعه اللي بيتحط على السنم لا أعادوها على السنم نفسه ده كان عذاب شديد جدا يعني وراحوا أخدنا وجوعوها وعطشوها تلات أيام أختينا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على ركتين قيام ليل أختينا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على الحجاب عشان الدنيا حر أختينا الفاضلة اللي مش قادرة لحد النهاردة تتواضع وتنزل تبوس إيد أمها وابوها شوفت ده فهي تحملت وقعدت على سنام الجمل تلات أيام من غير الأكل ولا شرب حتى وصل بها الجاهد ومبلغا بطول وإحنا ماشيين في الطريق كانوا أحيانا يستلاحوا ويعودوا على جنب ويسيبون إن قعد على الجمل ومقدرش اللي ينزل ولا روح أي مكان ولا أكل ولا شرب بطول فجأة حسيت إن أنا يعني بحتضر بموت فجأة بتقول فجأت إن وانا في إغفاء كده حسيت إن فيه حاجة بتنزل جنبية حاجة نزل من فوق قالت فنظرت فإيه ذا هو دلون عزكم الله جردل يعني مليء بالماء قالت فأخذته فشربت وقمت بسيباء وروحت شربة تاني وروحت شربة تالت وروحت دلق الباقي كله على جسمه في اللحظة دي كان المشيكين خلاص بقى يعني قعدوا استراحوا وخلاص هيقوموا عشان يمشوا فجوم يمشوا فبصوا لقوها شربة ومغرق جسمها ميا قالوا من أين أتيت بالماء أكيد نزلت من على الجمل وخدت الأوعية بتاعتنا وفكتيها وشربت موية ورجعتها تاني يتنم أبدا والله إنما سقاني الله عز وجل قالوا لئن كنت صادقة فأنت على الدين الحق وبالفعل رجعوا للأسقر بتاعتهم لقوها مربوطة زي ما هي ومليانة زي ما هي فعلموا أن الذي سقاها هو مالك الملك ومالك الملك جل وعلا فأسلموا جميعا وردوها مرة أخرى وتركوها تدعو إلى الله عز وجل بالله عليك بدلت إيه قدمت إيه لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى فكرت مرة كده إن أنت تدعى زملتك في الجامعة ولا زملتك في المدرسة ولا جرتك ولا قربتك ولا أمك حبابتك ولا أختك فكرت تدعى حد إلى الله سبحانه وتعالى بدلت أي جهد من أجل الدعوة عملت أي حاجة قدمتها بحيث يوم القيامة تيجي تلاقي دي في ميزان حسناتك إحنا زي ما بقول يا جماعة اللي عايز يخش على رمضان وعايز يصوم تحب تصوم لمضان كم مرة يعني والله أحب يصومه يعني هصومه كم مرة ما هي مرة لا لا ممكن تصوم نفسه لمضان اللي أنت فيه ده تلاتين مرة وتقوم التروح فيه تلاتين مرة طب إزاي يعني بحاجة بسيطة خالص بالتأمين على العبادة التأمين على العبادة أنت ربنا يكلمك قبل رمضان بأسبوع ولا بحاجة بتبتدي تشتغل كده على أخت فاضلة تكون لسه مش ملتزمة وتكون سبب التزامها لو التزمت وبتدت تصلي وتصوم ولبسة حجاب كل ده في ميزان حسناتك لو هي صمت رمضان يتحسب رمضان في ميزانها وفي ميزانك لو صلت التروح وصورات الخمس يتكتب في ميزانها وفي ميزانك طيب عايزة تزودي إيه ده واحدة تانية يبقى بقى اتنين طب عايزة تزودي تدعي تلتة وربعة وعشرة وخمستاشر وعشرين لو دعيتي تلتين واحدة بلاش تلتين تسعة وعشرين واحدة وانت كمان بتصومي يتحسب لك رمضان كأنك صمتي تلتين مرة وقمت رمضان تلتين مرة وعبدت ربنا في رمضان تلتين مرة وزي وتقول لما انت عايزة زودي في الدعوة إن الله سبحانه وتعالى ومشراكة كان بتعمل كده ومشراكة عمالة تدخل على كل بيت وكل المرأة تبتدي تخشلها وكل واحدة عارفة مفتاحها والمدخل بتاعها وتبتدي تتكلمها والهدية الجميلة والقصوة الجميل والبسمة الحانية والكلمة الرقراقة وتبتدي تتكلمها عن الإسلام بشكل جميل بفضل الله حتى تستجيب وتكون في ميزان حسنة ولأني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أداله على الخير كفاعلي من دع إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة اشتغل ويكتهدي كده ربنا مرفيكي ويحفظك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك من النهاردة ابتدي إن شاء الله أفرق حياتي للدعوة إلى الله إن شاء الله أدعب أسوك جميل وبسمة الحانية والمعاملة الطيبة والهدية كل الأشياء دي تفتح القلوب جرابي مرة كده وعملي الوصفة اللي بأيك عليها شوفوا واحدة مهاش ملتزمة خدي له هدية السلام عليكم أختنا إزاي حضرتك عامل أي والله ده أنا ببقى سعيدة لما بشوفك والله أنا بحس أني فعلا يعني بحس بنشرح في قلبي كده ربنا بقى فيكي تقبلي من أختك حبابتك الهدية ديت هدية ولو بسيطة حتى شريت يعني أقولك كرت وردة أي حاجة وكلما الهدية تكون أغلب تكون أقرب نفس الإنسان لكن يعني حتى لو كانت حاجة بسيطة ودي لها هدية ومرة تانية روحي لها تاني حبيبتي والله أنا مش قادر أستغن عنك إذا نلعب معك شوية وعاضي معها وما تتكلميش بقى عن أي حاجة خارس كلمة عن الجنة والنار والأخرة ونعم ربنا علينا وامشي والمرة تالتة ابتدي كلميها والله يا حبيبتي ربنا بري فيكي يعني أنا والله لولا أنا خايف عليك وبحب لك زي ما بحب لك زي ما بحب لنفس الخير بحب لك الخير حبيبتي ونفس ربنا يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى لإني بحبك والله يعني بس الحجاب والصلاة وكذا وكذا وأوعى تكون زعلانة مني والله لو كنت زعلانة مني اعتبر نفسي أن أنا بكلم نفسي وما تزعلش مني الكلمات دي في أي حد في الدنيا يرفضها في حد في الدنيا يرفض الأسلوب الجميل ده يعني أذكر أن مرة شاب كان نفس ويادع واحد جاره ما بيصليش فرح بكلم صاحبه قال له تعالى عندي جاره ما بيصليش عايزين ندعوه بالسبب حلو كين فرح تلقى خبط عليه السلام عليكم فرحانين ما بيصليش فقال له عليكم السلام عايزين قال له أبدا أنا بيدعوك إلى جنة الدنيا قال له فين جنة الدنيا دي نتهزر وراح إيه بسقة في وجه فطبعا هو توقع أنه لما يحصل كده التاني هيقوم من أوله بالبوكس يعني أخذ بالك فالمؤمن في عمل إيه فالأخ رح حاطت إيده على مكان البسقة يعني عفوا يعني وقال الحمد لله أنك تريته من أجلك اللهم لك الحمد يا رب انها من أجلك والله يا أخي لو عايز تعملها لو عايز تعملها على الخد التاني أنا تحت أمرك فاستهرم قال له فيه إيه قال له لا بيش حاجة والله ده أنا بس يعني جيت أخذ الساب وماشي ونزل فنزل لصاحبه وأنا عملت إيه قال له الحمد لله ربنا يكرمني ختم النسر وإطلع خد لك أنت كمان يعني فطلع فوق وارده رحمة كلم الراجل سلام عليكم عليكم والسلام فيه إيه عايزيه قال له يعني بأدعوك لجنة الدنيا ادعوك لجنة الدنيا ادعوك لجنة الدنيا قال له بيت ربنا فقال له طب صاحبك نعد عليها من شوية وأنا زعلته ممكن تندهنه قال له حاطر فأنا دهنه قال له ما زعلته قال له الله أبدا قال انت عايزه بنيات شلاليت أنا تحت أمرك يعني جاهزين 24 ساعة بس المؤمن يدعوك إلى الله وقاعدوا مع وعدوا دردش وشربوا الشاي وقاعدوا كده قال له فنفسي يخوش مع بعض الجنة فقال له طب تعال واتوضى ونزل وصلاة معه في المسجد الأخضر يقسم الآن ان الراجل ده هو اللي دلوقتي بيصحي صلاة الفجر بالدعوة الجميلة والقسوب الحان والرحيم يعني عايزين ندعو بنفس الطريقة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وقاله وسلم شاهد في الموضوع اشتغل على أخت كده وابتدي دعيها وربنا يجعلها في مزال حسناتك إن شاء الله واعملي زي أم الشرائك تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا يعني من الأمثلة اللي بحب أتكلم عنها كتير جدا جدا أم سلايم أم سلايم دي مين أم سلايم دي تبقى أم أنس بن مالك وأنس بن مالك ده مين ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل هو راح يخدم النبي إزاي هقولك إيه اللي حصل أختنا الفاضلة ربنا بير فيك إن النبي لما دخل مكة لما دخل المدينة ما من أحد من الأنصار إلا لو أضحف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم هدية وكانت فقيرة كان جوزها ميت وكان ما عنده شغل أنس ده ويعني أخ صغير كده فالمم راح تراحها بأنس أنس كان عنده ساعتها حوالي عشر سنين فدخل ببيعا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية فإني أقدم لك أنس ليكون خادما لك فقبل النبي أن يكون أنس خادما عنده صلى الله عليه وسلم ويا بغت سيدنا أنس طبعا يعني أنه يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فأمه سليم راح تطلبت من النبي أنه يدعي الأنس والحديث روى مسلم قالت يا رسول الله هذا أنس هذا أنس خادمك ألا تدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قال اللهم كثر ماله اللهم أطي العمره وكثر ماله وولده إذا دعاله بطول العمر وكثرت المال وكثرت الولد فقال أنس دعوه عن أنس ما شاء الله عاش أكتر من مئة سنة عاش عمره طويل جدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد دهما أدرك زمن الحجاج بن يوسف شايف waż ألا أ видно عاش أديه خ Dong خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين حد ما بقى عنده 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه ففدل عاش عمره طويل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن مالي لكثير عنده أموال كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للأولاء بقى قال وإن ابنتي قد أخبرتني أني قد دفنت لصلبي أكثر من مئة ولد حتى مقدم الحجاج بتقول أن يا أبي حد النهاردة مات لك أكثر من مئة ولد واتدفنوا وإنت عايش لسه عايش طبعا لكن تشوفوا يا ألا حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزاب ولا انظر حولك ولا الكلام ده خالص فدفن من صلبه أكثر من مئة ولد ده غير العايشين فالعايشين قدي طبعا لكلمة ولد دي تشمل الولد والحفيد يعني الولد والحفيد يعتبر ولد لي قالت له لقد دفنت رسول بك يا أبي أكثر من مئة ولد كل ده بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشهاد في الموضوع أن أم سليم رضي الله عنه وارضها بعدما مات أبو أنس اللي هو مالك بعدما مات تقدم لها أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري كان لسه مشرك مكانش أسلم وكان من أكثر الأنصاري مالا كان غني جدا جدا والحديث روال النسائي بسند صحيح فتقدم لأم سليم تقدم لها ولم يذكر الرقم في الحديث لكن أبي ديك مسائل يعني فمثلا أعرض عليها 20 ألف دينار مهر فقالت يا أبو طلحة إنك مرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه أنا شا عايزة منك لفلوس ولا عايزة يا حاجة أنت بس تسلم وأعتبر إن إسلامك دوت هو المهر بتاعي الله أكبر فين النساء اللي تقولي الكلام الجميل ده ده يعني ده في عهد النبي عليه السلام كان وحدة وحدة من النساء كان مهرها الكرآن والحديث رواه البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي أن الحبيب النبي صدر على السلام جاءته امرأة فوهبت نفسها للنبي وزواج الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك من دون الأمين يعني الأمر ده كان خاص بالنبي عليه السلام إن مرة أخت فاضلة تصل بيها في تلفون فبيقول لي كان معي البويفريند بتاعي والحمد لله لتزامنا احنا اتنين وعايز يجوزنا فاجي لبابي وكده فبابي رفض إنه رسا مش جاهز والكلام ده كله فقلنا طب نعمل إيه طب ما إحنا سمعنا إنه ممكن أقولك وهبتلك نفسي قابلته الله شايدنا على ما أقول والكلام ده كله تمام وخلاص الموضوع خيرس يعني تمام فرحت وهبت له نفسها وجوزته قلت له ده مش جواز جواز الوهبة ده كان خاص بالنبي على السلام ما ينفعش أي واحدة في الدنيا تيجي تقول له واحد أنا وهبتلك نفسي لأن ده كان كلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فالمرأة وهبت نفسها قالت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم يعني النبي على السلام نظر عليها ثم سكت فكون سكوت النبي على السلام معنى إيه بحياء ومش موافق فقام رجل صحابيهم فقير جدا جدا قال يا رسول الله زوجنيها إلا متكن لك بيا حاجة كنتش عايزة تجوزة أنا مش لا يعني فإيه يعني ممكن نخلص الموضوع إحنا وقفين دلوقتي فانما سمحة بيقبر برضو بخاطر البناء يعني مش وعلها تتجوز كده بلاش يعني قال أمعك شيء تصدقها إياه قال أجل آه معايا طبع معايا الإزار بتاعي هلتفهم إزاي فقال له لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارة لك هتوى داريان يعني التمس شيئا آخر رح يدور ورجع قال له ما وجدته شيئا إنه ما عايز يجوزه هو راجل ما طلبش يجوز أصلا إلي لأنه يعني محتاج يجوز فقال التمس ولو خاتما من حديد مش معقولة يعني يعني في أقل من حديد يعني يعني كده يعني فهم إزاي فرح يدور فرجع قال والذي بعثك بالحق ما وجدته خاتما من حديد طب يعني بالله عليك لو أنت ما كان النبي عليه السلام واحد بيقولك أنا مش لقي خاتم حديد طب بعد كده هيكل أي صفيح طب يعني يعني الجوازة ما نفعش خالص مرة فكان يقوله إيه يعني في الوقت ده لو أنت ما كان هتقوله لو معهوش ما يلزموش بقى خلاص بقى يعني مش معقولة خاتم من حديد ما انتش لقيه يعني فقال النبي عليه السلام أمعك شيء من القرآن الحديث كما قلت لو قال بخاري قال أجل معي صورة كذا وكذا خبالك من صور يسميها وده دليل على أن الصحابة ده ما كانش خاتم الكرآن وإلا ما كانش معقولة هيعدلوا الـ 114 صورة فقال معي صورة كذا وكذا فقال له نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم قال قد زوجتكها بما معك من الكرآن وفي رواية قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من الكرآن يبقى هو ده كان المهر بتاع هذه المرأة كان مهرها الكرآن يا أعضاء نفسنا نسمع عن النماذج الجميلة نفسي كده أختي تتصى تقول والله أنا موفق أن يكون مهر الكرآن واحدة تتقول والله أنا موفق أن يكون مهر الإسلام سنة تشوف النماذج الحلوة دي الجميلة اللي كتموضة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأم السلام قالت لأبو طالحة إنك أمرأة كافر وأمرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريده شيئا سوا فهو ظن في الأول أنه تضحك عليه فرح غايب شوية راح راجع قال لها طيب أدو ضعف الفلوسات مثلا دفع عشرين ألف أدربين ألف قالت والله ما أردت هذا ولكنك أمرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريده شيئا سوا فحسن هو أمام المرأة طبعا لا يمكن حد يفرض فيها فقال ومن لي بالإسلام يعني أسلم الزي قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم فدخل أبو طالحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم والما شافه قال هذا أبو طالحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني فدخل أبو طالحة فأسلم يقول الراوي فكان مهروها الإسلام فما أعلم مرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم كان مهروها الإسلام أم سليم مثل عظيم جدا للصبر والأدب والتواضع واللين والرحمة كان نبع السلام كما عند مسلم كان أحيانا كان يقيل عند أم سليم خش نبع عندها القيلولة فواحدة من نساءت لها يا أم سليم يقيل عندك الآن ورحت جار يا أم سليم ورحت أخرجت يعني كده زجاجة عطر غالية جدا نفيسة عندها ورحت مطلعها فالنبع السلام لما كان بنامجا كان يعرق عرقا شديدا من جبيني وكان عرقه أطيب من ريح المسك وأضوأ وأجمل من اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة لقد نظرت إلى جبيني النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في جبيني صلى الله عليه وسلم فكانت تاخد بالكرتونة دي حيث الكرتونة كده تاخد من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه في زجاجة العطر والحديث روى مسلم فاستيقض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا يعني ده العطر بتاعنا نطيبه بعرقك يا رسول الله وهو من أطيب الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتي وفي رواية أصبتي أظن الوقت جاري بيه ده ويحتاج نختم دلوقتي لكن هنكمل أم صليم إن شاء الله في الحلقة غدا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويغنمنا وإياكم ليلة القدر والعتق من النيران والفوز بالفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أهلا